في هذا الحلقة بنتعرف كيف نعمل الانيميشن في برنامج سينما فور دي مثلا معانا عنصر مثلا مربع نقيل هنا للتايم لاين في هذا المنطقة الآن هذا العنصر معانا هذا الكيوب نضغط هنا record active objects هذا اللي على شكل مفتاح نقرأ واحدة نقوم نمشي مثلا نمشي هنا في التايم لاين مثلا لهذا الاربعين نقوم بتحريك المربع الكيوب هذا ونضغط مرة ثانية الكي فريم او record active object طيب نشوف الان هنا في مسار تم رسم مسار المسار هو التحريك الآن لو قمنا بالضغط على play نقوم بتحريك المربعين تمام يعني بهذه البساطة عملية التحريك طيب ممكن نضيف او نقاط اخرى في التحريك مثلا هنا نقوم برفع الكيوب هذا ونضغط مرة ثانية نشوفوا ايش اللي حصل يعني كأنه نط تمام ممكن نضيف هنا حركة اخرى مثلا صعد اكثر مثلا ممكن نضيف كذا حركة مثلا ثانية يعني الموضوع بسيط جدا فقط نقوم باستخدام الكي فريم هذا وفي معنا هذا اللي هنا الأوتو كينغ هذا ايش يعمل بتحريك تلقائه مجرد نحرك الوبجيكت الأنصر هذا شوفوا عمل كي فريم هنا مثلا رحت لماكن ثاني خلاص هو يعمل الرسم حسب المسار رسم الانوميشن الحركة حسب مسار تحريكه مثلا وديته هنا شوفوا كيف عمل نفعل تشغيل هذا ببساطة عملية التحريك في سينما فور دي طبعا هنا الكي فريم هنا مثلا نقدر نضغط على نحلف ونعمل له دليت نلغي مثلا حركة معينة ما حبيناش مثلا اي حركة ممكن نلغيها تمام في شي ثاني ايضا اللي هو هنا ندخل في المود تبع الانوميت هذا المود يعطينا مود اخر غير المودلينج يعطي لنا طريقة التحريك الانوميشن يعني يغير الواقهة الى واقهة التحريك يكون التحكم فيها اسهل مثلا نقدر نقشر كذا كامل نسحب نعمل تقليص يعني زيادة سرعة التحريك او مد سرعة التحريك ناخذ هنا فريمات معينة نزيد السرعة او نقوم بالطبع مثلا هنا شوفوا سريع نسحبه الى هنا عشان اللي بيحصل بطيء يعني التحريك في سينما فوردي سهل جدا وممتع فقط نقوم بالتطبيق مثلا انه اضفت سفير هنا كرة بارقع الى الان هذا تتحرك صح الان نقوم بالتحريك الكرة الاسفير هذه مثلا مثلا بالنفس الطريقة يعني الموضوع سهل جدا فقط عملية هنا الكيفريم هذا اللي عدا شكل مفتاح وهنا مثل ما قلت الاوتو كينغ اللي يعمل تحرك تلقايا حسب ما تحرك العنصر يعني اضغط عليه ويقرد ان احرك هو يعمل المسار شوفوا كيف عمل المسار بهذا الشكل طبعا هنا رندر هنا العناصر طبعا لو نشي نخرق العمل في فيديو أنا ميشان نشوفوا يعني او نعمل عملية الانتاج ممكن نعمل هنا ارضية ممكن اضاءة برضو اه الاضاءة ممكن عملها الضل من هنا شوفوا كيف الضل طبعا حسب الحركة تبقى الضل 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 مثلا طيب الان مثلا اشتاعمل تحريك فيديو انميشان نضغط هنا نضغط نضغط فيديو انميشان في البداية يحاول يعمل كتاكروبة يصغر حجم المقاس الفيديو علشان ايش الرندر يطلع بسرعة ولو في اخطة ممكن يعدله مثلا باخلي 320 علشان ما ياخدش مني وقت لانه لو خليته مثلا 4k او 2k بيخذ وقت طويل طبعا بالنسبة للعناصر مربع ودائرة بيخذ وقت لانه ما فيش تفاصيل كثيرة لو عملنا مثلا اشكال او اكسام بيوت اشياء كده نحن بعمل اوكي هنا تحت عملية الرندر تمشي شوفوا بسرعة لانه ما فيش شيء كثير لانه فعل تشغيل شو بهذا الشكل ان شاء الله استفدتم من هذا الدرس وباتكون فيه دروس قادمة اكثر احترافية هذا يعتبر الدرس المبتدين والسلام عليكم ورحمة الله